أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيلة في الواقع اليوم ضيفنا كمان للمرة الثالثة الأخ محمد فادي الحفار القرآني الملحد وطبعاً موضوعنا رح يكون اليوم عن الإعجاز العلمي اللي بصراحة يعني صرعونا فيه الشيوخ المسلمين يعني اليوم مسألت الإعجاز يعني مسألة أنا بسمية وكثير من الناس طبعاً بسمية العجز العقلي العجز العلمي ما هو الإعجاز العلمي يعني عجاز علمي على أي أساس هو دفاع فقط عن خرافة وللأسف الشديد يعني المشكلة المتوهمين ومتمسكين بهذا العجز العقلي خلينا نقول ومو بس بالإسلام وكل الديانات بنوقت ما بلشت الثورة الصناعية يعني تقريباً بدأت مسألة الإعجاز العلمي وهال مسائل الخرافية هاي للأسر يعني لو فيه إعجاز علمي مثل ما أقول وعطونا آية واحدة نخترع فيها شئ للمستقبل ما تعطونا على طول ها كانت عنا هي كانت عنا هي كانت عنا فعلى كل حال خلونا نرحب صديقنا الأخ محمد فادي حفار ونشوف رأيه بموضوع الإعجاز وشو شدي يحكينا فضل أخي محمد أهلا وسهلا فيك حبيب قلبي أستاذ جون حبيب قلبي أهلا وسهلا فيك حبيبي وكل المشاهدين الكرام تسلام تسلام أخي أخي محمد أنت ليش هلا خلينا نقول ليش خطرت موضوع الإعجاز العلمي ماذا تفضلت؟ يعني من أكثر المواضيع متل ما أنت إلت حبيبي متل ما أنت تفضلت يعني من أكثر المواضيع اللي طالعين فيها موضوع الإعجاز والمعجزات وكأنه الرب عم يعاجزنا وكأنه يعني عم يثورو لنا صورة الرب بصورة يعني من حيث لا يشعروا بالمريض النفسي أو اللي عنده السكيزوفرانيا متخيل أنت والله يعني حاطت قدامك ابنك الصغير وعم تظهر كل مواهبك العلمية قدامه وبنفس الوقت أنت عم تصغر كله شوف قديشني عظيم وقديشك أنت تافه شوف أنا شو أقدر أعمل وانت شو ما بتحسن هذا مرض نفسي هذا مرض يكون مصاب أنت بهذا المرض لأنك عم تستقوي على طفل أو على الكائن وهو أصغر منك وما دونك بمرتبة العلم وتثبت له قديشك أنت عظيم وقديشك أنت ما بعرف شو هذا الكلام هذا الكلام ينفي عن الرب صفة الربوبية فالرب بالمفهوم القرآني هو المربي ربي يربيك وأنت ربيبه فالرب في القرآن مثل هو الأب بمعنى الكلمة هو الأب أبانا الذي في السماع مثل ما بيقولوه أخوانا المسيحيين هذا الرب هو مربي فاضل وهو عم يربيك بأحسن تربية لتصل وتكون مثله وأحسن منه حتى أنت هلأ لما عم تربي بناتك أو عم تربي ابنك تتمنى يكون مثلك وتتمنى حتى يكون أحسن منك هذا المربي الفاضل بكل المفاهيم أنت بتتمنى يكونوا بناتك أفضل منك ولا أبنائك أفضل منك ولا لا يا جوان أكيد كل تأكيد يعني متمنى يكون أفضل منه بكل شيء عظيم هذا هو الرب المربي ومربي الأجيال واللي بده كل شيء يأخذ أطواره ويصل لأعظم درجاته وهذا هو الرب حتى في القرآن بيقول لك كونوا ربانيين هو عم يربينا لنصل لمرتبة الهبوبية ولحتى ممكن نسبه أفضل كمان في مفهومنا للمحيط بالكون لأنه الرب مربي فاضل وأما الإعجازيين فجعلوا مثل ما قلتلك تحصولة المرض النفسي والشكيزفريني هاي الموجودة عنده لأبعد حدود أنا أتحدى حتى أنه يجب لك واحد تالي واحدة من القرآن يقولون فيها أنه الرب يعاجزنا أو أرسل معجزات مع رسليني لا يوجد معجزات ولا يوجد أي معاجزة ولا يعاجزنا وإنما هو يربينا يقول لنا اعقلوا تدبروا اعقلوا لعلكم تعقلون تفكروا ويحسون على العلم على الفكر على إهلاء الخيرين وعلى فكرة موضوع الإعجاز الإعجاز العلمي بالقرآن مثل ما بيسموه ظهر مع بداية العصر العلمي الحديث مثل ما أنت تفضلك يعني هو ظهر ما يصلوا أكثر من 200 سنة تعرفين هنه الجماعة أكثر جماعة اللي أسسوا لظهور ما يسمى اليوم بالإعجازيين أو أصحاب الإعجاز العلمي فضل الجماعة التي قدت لها المفهوم هذا حبيبي الكريم هنه الجماعة الأحمدية جماعة القادياني الإمام الأحمد القادياني اللي ظهر بالهند وادعى أنه هو المهدي هو المسيح لأنه كل محاولتهم لإثبات المهدوية فيه وإثبات أنه هو المسيح قائمة على الأحاديث فبيجي بيقولك أخي الحديث الحية ما بعرف شو هو دليل على القطار والحمار الأعور الدجال يلي أذنيه مسافة 60 متر هو الطائرة فمن هون بلشت تظهر موضوع الإعجاز العلمي وموجود الإعجازات ومقارنة العلم بالهيط وهذا أبعد ما يكون عن القرآن مثل ما بيقولوا بعد السماء عن الأرض القرآن ما في أي معاجزات القرآن عبارة عن كتاب فيه جزور وضعها أب سامي تنتقل مع أطفاله ومع بنيه ومع ربيبه الأرضي مراحل مراحل ليشوف فيها كل شي عمي سير كل شي عمي سير بمقارنات بسيطة مع القرآن هلأ مثلا في عندك موضوع البعوضة قبل قبل ما ندخل موضوع البعوضة أنا حابب أقول يعني إنه العجاز هذا التكتيكي هذا يعني للأسف إنه إله ينسى كل قتل والتدمير والأطفال اللي عم تموت وهالناس اللي عم تتشرد وقعد عم يوقع على بطاطا وفي صورة حطة يوم الإنساب جان بالروائف قدامه وهو عم بسأله ليش ما حطيت لايك لما شفت اسمي على البطاطا فللأسف يعني العقل المسلم لهالدرجة عاجز إنه إنه يقدم الشيء يلحق العجاز العين والعجازين هلا أنا ما بعرفهم كلهم صراحة يعني أنا بعرف بهلول النجار وأظن واحد اثنين كمان ما من خطرين عبالي مزبوط يعني هدول مرتزقة أنا متأكد الله مثل بهلول النجار ولا غيره يعني يعرفون الحقيقة لأنه هن عم بلوا عنق الآيات حتى يوصلوا صورة خاطئة لإنسان يبحث عن قشاية حتى يتعلق فيها يعني للأسف الشديد فهدول نصابين هدول حرامية يعني كذابين عينك انت عينك مثل بهلول النجار كان قاعد على فضائية ويقول عشرة آلاف جندي أميركي دخلوا الإسلام بسببه شو هالحكي هال؟ ليش ما اسمعنا كان طبلت فيها وكالات الأنباء كان طبلت فيها الدنيا عشرة آلاف جندي أميركي سيروا مسلمين في في 24 ساعة يا كذاب يا مضلل يا مضلل يا مجرم يا إرهابي للأسف الشديد طيب خلينا أخي ندخل موضوع موضوع البعوضة شو قصت البعوضة؟ البعوضة هاي اللي تمو عليها موضوع البكتيريا والحكي الفاضية تفضل قبل ما أدخل فيها موضوع البعوضة خليني أكد على كلامك حبيبي جون لأنه ما في كلمة حكيتها أنت إلا هي الحق وأنا والله ربي خدوا كلمة عن الثاني أنتم المؤمنين أنتم من يقال لكم ملحدين أنتم من تشعرون بالإمان مع ما معكم لأن المؤمن هو من يشعر بالأمان لما معه أنتم مؤمنين بالعلم أنتم مؤمنين بالحق مؤمنين بالسلام مؤمنين برسالة توحدة نفس الواحدة بالنسبة لألي أنتم المؤمنين هذول اللي يحكوا إن كان يتنطعوا بالقرآن ولا يتنطعوا بعقائدهم السرطية الباطلة هذول فعلا مرتزقة مثل ما أنت وصفتهم هذول حاشية السلطان هذول اللي قاعدين عم يغضوا رواتبهم من نفط الخليج الشي اللي تبنته قطر والشي اللي تبنته الإمارات تعال والله شافوا عنده شوية تفتح وشوية مواكبة مواكبة للعصر تعال حدث لنا الخطاب الديني وبيندفع لهم مبالغ طائلة لتحديث الخطاب الديني دون الخروج عن قواعد وأساسيات الولي الأمر والهي يعني العبد والمستعبد لأنه هذا نظام هرمي لا بد أن يستمر فمتى خرب هالنظام خرب قل دينهم أنا معك مليون بالمية بهذا الموضوع وما باختلك معك فيه بتاتا 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 موضوع البعوضة يعني مثل ما قالت بعد ما اكتشفوا العلماء الأجلاء والأفاضل لأنه هذول من علماء ربي أنا بالنسبة للي بعد ما اكتشفوا كائنات دقيقة مجهرية على ظهر أو على تتوضع على جسد الحشرة التي تسمى بالبعوضة وهي طبعا ليست البعوضة القرآنية بعد ما اكتشف العلماء نطبأ بهلول الفشار شفتوا وما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحق نضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ونطبأ لك الذي فوقها هو هاي الكائنات والبعوضة طبعا معروف إنه شرحت بإنه هي الناموسة طيب هل أنت يا سيد بهلول تعرف أنت شو معنات البعوضة بالقرآن تعرف شو معنات كلمة فوقها واختلافها عن عليها تعرف شو معنات كلمة فوقها فإذا أنت لا لك عرفان البعوضة القرآنية ولا لك عرفان فما فوقها وجاية تقارن وتقول إنه هاي هي الدلالات فأنت من اللي عمد يعني ممن يسيئون للقرآن أكتر من غيرك بمليون مرة لأنك جاهل وينطق بجاهل فالفوق بالقرآن حبيبي فوقكم ويفوقونكم ويتفوقون عليكم هي كل من التفوق يفوقونكم بالعدة والعتاد يفوقونكم بالتطور يفوقونكم فكلمة فوقكم لا تعني فأنا قلت وبعضكم فوق بعض هل أنا أعد على ظهرك وأنت أعد على ظهري بطرع لا طبعا لا بعضكم فوق بعض في المراتب في الدرجات في العلم تفوقوا عليكم فاقوكم في عدتهم وعتادهم وما يعتدون به هاي التفوق في القرآن التفوق هو نوع من أنواع التطور لتصل إلى أن تكون من المتفوقين وأما البعوضة في القرآن أخي تفرج يعني بعض بعضكم بعوضة كلمة بعوضة بالقرآن كلها تبتجي من جزر واحد البعض وبعضكم وبعضنا وبعضهم وبعضها وبعوضة جميعا هاي كلها تتفعيلات لجزر قرآني مفتوح واحد هو بعض وبعضه هو الفاعل الذي قام ببعض الأشياء وجعلها بعضها من بعض وهو فاعل فردي هو الله فهو من بعضنا وجعلنا بعضنا من بعض وكلمة بعوضة وكلمة بعوضة بالقرآن مثل كأن نعمل لك شاعر وشويعر الشاعر هو الفتحة الذي يخرج كل مشاعره والشويعر هو من يبدع الشاعر وهو ليس بشاعر ولا عنده مشاعر وهي كلمة بعض وبعوضة البعض كلنا بعض أنا بعض بعضني الله بعضنا من بعض أنا بعض وأنت بعض وأما كلمة بعوضة فهي التصغير المتناهي للبعض بعوضة شاعر شويعر بعض بعوضة فالبعوضة ما هي الحشرة أو الناموسة لكن البعوضة يوصف فيها كل ما هو متناهي في الصغر فإذا أجداد ما بالماضي مثلا قالوا أنه البعوضة هي هي الناموسة سموها بعوضة لأنه هي كانت بالنسبة لألهم أصغر شيء ممكن مرئي في حينها هذا اجتهادهم حينها لكن عندما أدرك أنا معنى كلمة بعوضة فما فوقها إذن أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بأصغر الكائنات وما فوقه أو ما تفوق عليه وعفكرة حتى لو رجعت لمئة مئة سنة خليت وسألتهم شو يعني بعوضة فما فوقها بيقول لك أصغر شيء والمتفوق عليه السيخ تماما سيشرحونها هكذا لكن بسبب اللغو الإعجازي الحديث اللي نزل علينا من جماعة الإعجازيين هدول اللي مخبصين تخبيصات وما قالوا عارفانين من عم يجيبوا من هون وهون ويوصلوا ويرتقوا وبعضه خلتك يقول لك هاي البعوضة فما فوقها ويطلع لك واحد مثل فهلول الفشاق هاي البعوضة وهي اللي فوقها هدول وبيقبلتلوا على هالكم كلمة هدول 200-300 ألف دولار بيبخشش حالهم فيهم بيركب سيارة مرسيدس ويزبط حاله والله يلا حدست لنا الخطار لا يا حبيبي البعوضة بالأسف كلها على حساب دم المساكين يعني يمسان الناس المعطارين ما لا يصلح مع هالدين هذا الترتيق يعني هذا الدين هذا الدين يجب أن يهدم أنا عندي بناء آي الله سقوط وخربان وآكله سوس وهي بدي إيجي روتش وروتش لا يصلح مع روتش هذا بناء يجب أن يهد من أساسه كل العقيدة الإسلامية من أساسها من مصدرها هي عقيدة بالية بغض النظر عقيدة وحشية للأسف يعني للأسف الشديد أنا بس ده نبه أخوتنا العزاء يعني أصدقائنا المتابعين إنه ممكن تكتبوا أسئلكم تحت الفيديو هلا أظن الخدمة يشغل باليوتيوب بتكتب كتابة التعليقات أثناء البس وممكن كمان على الفيسبوك بالتعليقات وممكن كمان أنا حطت رابط السكايب يعني بعد شوية أنا رح أفتح السكايب وممكن يعني تساوي مداخلاتها من خلال السكايب إذا حدا حابب يسأل مداخلة أو يسأل سؤال يحكي معنا طيب أخي محمد يعني شو رأيك مسألة بانشقاق القمر أنا هاي المسألة هاي إنو القمر ينشق في وضح الليل متل ما بقوله وظاهر وينشق والقوانين الفيزيائية تبقى هي كما هي يعني لا لا يؤثر شيء على مناخ الأرض ولا يؤثر شيء على على البحار على المد والجزر وكل ما يترتب بالجاذبية من خلال القمر يعني وتبقى الحياة ماشية هيك وبس لأنه واحد من من صحراء حابب يعمله في التاكي مثلا مثل ما بقوله تفضل بالكلام تبعك هذا ذكرتني بغنية وليد توفيق تجي نقسم الأمر نص وانت نص دغري بس يعني تذكر هذا عجاز بكل معنى الكلمة يعني وليد توفيق تجي نقسم الأمر تمام حسنًا وهذا العجاز العلمي المصبوط تأكيد حبيبي هذا كمان تذكر بالحلقة الماضية قلت لك أخي جان إذا أنا جبت هالكاسي هاي وعندي ولد صغير قلت له بابا هاي اسمها طنجرة ولا هاي اسمها صرماية ولا هاي اسمها جاد توية ولا شو من كان بعد عشرين سنة لحيقلك لحيخاطبك بنفس الاسم اللي انتي علمت عليها أكيد القمار وانشقاق القمار يعني التابية الكريمة بتقول اقتربت الساعة وانشق القمار ما قالت انشطر القمار ولا انقسم القمار نفهم شو هو الانشقاق بالقرآن نحن ما بدنا نجي نسقط اسقاطات اجي أنا قلت لك اخي الشق هو انو تمسك شغلية بتعملها طي فسخطة من الصين هذا هو الشق قلت لك اخي هذا اسقاطات انتي اسقطت مثل ما أنا قلت لك هاي الكاسي سميت لك ياها طنجرة وانتي ركبية تبخك انها طنجرة بعد سنة وضل الولادك يغدو بها النفس المعنى نجي لمعنى انشقاق القمار هل هو انشطر الى شطرين انقسم الى قسمين وما معنى الانشقاق في القرآن خلينا نشوف اخي المصطلحات التالية اشقوا وانشق وتنشق ويشق وتشاقون وشقي والشق وشاق ويشاق وانشقت وشققنا وحتى الاشقى وشقوتنا كل هاي تفعيلات لجزر السلاسي المفتوح تبعا شقة وشقة الشيء حبيبي الذي شقى الاشياء كلها وجعلها اشقاء بهالكون الرحيم هو المولى سبحانه وتعالى هلا انا بقول عن عن اخي اللي هو من نفس الام بقول عنه شقيقي رح تتوضح لك ليش كلمة الشقيق ومنين اجت كلمة الشقيق بمصدره الانشقاق في القرآن لا يصلح على كائن واحد انا لا انشق انا قد انشطر انفجر اتمزق لكن لا انشق الانشقاق يحدث بين كائنين احدهما انشق عن الاخر كائن انشق عن كائن متى ما اقول انشق الجيش انشق اذا وحتى في يعني تاليات واضحة جدا شو بتقولك مثلا ذلك بانهم يصلح ان ينشق الكائن الواحد الكائن الواحد لوحده لا ينشق انت تنشق عن شيء اخر يجب ان يوجد اثنين كائنين حتى تحدث عملية الانشقاق وانشق انا بقول عن اخي او انا ويا من نفس الرحم شقيقي لانني انا وهو انشققنا عن الرحم ذاته انا كنت داخل هذا الرحم وانشققت عن الرحم وهو كان داخل الرحم ذاته وانشق عنه فالانشقاق في القرآن حالة تحدث بين كائنين واكثر ولا تحدث في كائن واحد ابدا وكلمة انشق القمر حبيبي اخي جون اقتربت الساعة وانشق القمر لان القمر لم ينشق حتى الان وسيأتي يوم وينشق القمر حتما انشقاقه عن ماذا على الارض فالقمر يدور حول الارض مربوط فيها هو شقيق الارض اصلا هو من شق يعني سببا هو من شق يعني فكيف يدن انشق كمان يعني فضلا يعني هلأ شقيقي من انشق عن الرحم ذاته ورجعنا انا وياه قد نكون في خصام وننشق عن بعضنا الانشقاق ينشق عدة مراحل فالقمر في اصله انشق عن الارض هو اصلا وليد الارض وما زال حتى الان يبتعد ويبتعد ويبتعد حتى ينشق عن الارض تماما مشون هون ليش هيك ربط هالعملية في اقتراب الساعة لانه عندما ينشق القمر عن الارض ويبتعد عنها يبدأ فناء يبدأ فناء كوكب الارض ما نحنا كل حياتنا على الارض تحتمد على القمر موازنة الارض الفصول تبعنا توازن الارض على محورها كله قائم على الامر يعني يعني يعطيها السباب واذا انشق القمر تماما وابتعد تفقد الارض كل مقومات الحياة اللي عليها وهذا هو الارتباط الانشقاق القمر بالساعة تحديدا اقتربت الساعة وانشق القمر الساعة تأتي والانشقاق بعدها تماما طيب طيب خفادي يعني 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 فيه كتير يعني الناس تختر له السؤال هذا انت شخص لا تؤمن بمحمد بكل تأكيد ولا تؤمن بالدين الاسلامي ولا تؤمن بهالخرافات والخزعبلات اللي موجودة حاليا كلها وانت بتقول ان القرآن هو شيء يعني ممكن ناخد منه كل شيء والقرآن الناس فهموا غلط طيب طيب الكاتب القرآن هو محمد يعني انت كيف لا تؤمن بمحمد وتقمن القرآن يارت توضح لنا خطيم جدا حبيبي هذا كمان سؤال انطرح علي فكرا من بعت صديق للي انه تقريبا بنفس الصياغة شوف حبيبي اول شيء انا اؤمن بمحمد لكن عندي محمد بالنسبة للي هو كل محمود الصفات وليس شخص محدد بعينه مشا مفوض فيها يعني محمد الاعرابي هذا مدعي بانه اسمه محمد وهو ليس محمود الصفات وانما كان مذمم الصفات وذنين الصفات وكل افعاله خبيثة فهو ليس محمود الصفات بالنسبة للي تاني شيء هذا القرآن لو انا بدي يقول انه جاء به شخص معين اذا هذا شخص هو من كتبه فلو كتب شخص معين اذا هو يفهم كل شيء فيه طيب كيف من فهم انشقاق القمر يعني لو كان هذا القرآن جاء به انسان عادي كيف ما فهم شو معنا انشقاق القمر مثل ما انا فهم ليش هو ما فهم مثل ما انا فهم لأنه هذا الكلام مو كلامه هاي رسالة طب نين جاب نين جاب القرآن هون وقت نفهم موضوع الله والرب والفالق بين الله والرب في نحن لنا مربي يربينا مربي سامي وهو كائن موجود مثلنا له ابعاد يعني الرب تستطيع ان تراه الرب هو كائن سامي وسيخ تماما انا اتوقع انه يشبيهنا جدا حتى من حيث اليدين ورجلين وكل شي الرب هو كائن سامي في مكان ما من هذا الكون يرقبنا وينظر الوقت بدي اعطيك علم اصطيق هالعلم وانا بالنسبة للي هذا الكتاب هو كلامه هو كلام الرب ورسالة وضعها في مكان معين حني عليها بعدين وين كيف نوجد القرآن على الارض وكيف الى آخر ما بدي يدخل فيها الموضوع حاليا لكن هو كلام كتبه كاتب اعلم منا في خبرته ويدرك كل حرف مكتوب فيه والدليل فيه انه انا بنفسي طالما انا مع عقلي هذا وانت ملحد عن كل الافكار السلفية فليش عم يترجم معي القرآن وينشرح معي بهال شكل هذا ليش ما بعرف بصراحة بصراحة ما بعرف يعني انت لده قد عطيني جواب الرب يعني بس دقيقة وحدة يا اخي محمد يعني ما معرف بصراحة يعني ما في غيرك قبلك بشر مثلا فكروا بنفس الطريقة التفكير يعني ولا انت الوحيد الاول مثلا فكرت بهالطريقة هاي جان كل مرحلة من عمر التطور البشري يعني هلا انا بجيب ولد بصف السادس الابتدائي بعطيه كتاب جامعي هالكتاب الجامعي موجود هو موجود حاليا في المكاتب الكتب الجامعية موجودة جيب كتاب جامعي وعطيل الطفل ما هيحسن يفهمه لازم يرتقي مراحل ليصل لمرحلة الكتاب هذا فعدم فهم السابقين له لا نستطيع ان ننكر على موجبه بانه هذا الكتاب موضوع بشكل بشري كلمة بشري حتى موضوع البشرية انا من البشارة ومفهومات الخاصة انا بالنسبة للي طيب هلا انت يا جان ممكن يتخيل مخك انه في شي اسمه كائنات فضائية اكيد عظيم هاي هي موضوع الانوناكي او بتسمى ببعض بالحضارات القديمة القادمون من السماء حتى يقال انه هن يحطوا صورة اللي بابر تبع الكواكب تبع المجموعة الشمسية هن مثل الانسان لكن هن اطول من انسان في واحد بتلاقي قاعد بالرسمة وهو قاعد على الكرسي هو اطول بالشاب اللوائف اطول من اللوائف قدامه يعني مستوى الراس وهو قاعد على مستوى الراس اللوائف قدامه وهو واحد هدول يسمو الانوناكي وبتسمو حتى في بعض مثل جماعة الالوهيم الرائليين لجماعة رائيل المفكر الفرنسي اللي قال انه هو سفير لسفارة سفير مطلوب منه انه يبني سفارة لقدوم الكائنات الفضائية واللي هن الواضعين لأصول تبعنا في الأرض اللي هن الالوهيم سماهم ونقول هن من لق الكائنات الأرضية بنطافهم أو بحيواناتهم المنوية لحتى نوجد الإنسان ونوجد هك طيب لو تخيلت انه هذا الرب أو هذا الكائن الأسمى هو اللي أوجد نا على الأرض ونطور لحالنا حتى نصل للرب لأن موضوع أنك تصل لأن تكون رباني لازم تختصب خبراتك من ذاتك طيب ليش ما تقول انه هذا الكائن هو نفسه الالوهيم هو اللي كتب هالكتاب هذا وحط لنا على الأرض مثل ما حطوا بعض العلامات والإشارات وطيارة الهليكوبتر اللي تلاقيها بقلب الهرام بعض الرسومات الفضائية وبعض الحجارة المحيرة وبعض وبعض ليش ما نتوقع أنه هالالوهيم هذا أو هالكائن الفضائي هو الرب المربي لنا لأنه في فرق بين كلمة الرب المربي بين كلمة الله المحيط يا جان وهذا موضوع كبير لازم أعطي حقه أعطي وقته أعطي بحثه إذن مثل ما أنت عم تؤمن بوجود كائنات فضائية خلينا نسمي هالكائنات فضائية هي الرب الأصل لنا أو المربي لنا أو الذي نتجنا نحن عنه وحطلنا إشارات وعلامات بالأرض يعني هلأ موضوع الأهرامات الثلاثة الأهرامات الثلاثة أنت ما لكم لقي شغلة غريبة الأهرامات ثلاثة أهرامات بمصر يا جان طيب والهرام النصطاني بتلاقي الرأس تبعه يختلف عن باقي الأهرامات طيب شو الأهرامات الثلاثة وشو الأب الهول اللي واقف الدامة أنا بيوم من الأيام فسرت على أنها رموز لديانات الثلاثة اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلامية وأنه حتأخذ شكل هرمي يتربع على عرش إبليس وأنه قبل هول هو حارس حارس العقائد أو هو إبليس حارس هالعقائد الأرضية الثلاثية وأنه الرب عمينبهنا أنه شوفوا أنتوا حتكونوا كل يادقون على شكل عقائد هرمية بعدين حتى بتشوف الهرب الأوسط مثل ما عم لك اللي هلأ شوف إذا تقوف خوفه خوفه الهرم الأكبر أو الأول إجت من الخوف يعني إذا تحس تقريبا للخوف خوفه خوف خوف خوفه ترمز إلى الديانة اليهودية خذوا ما أتيناكم بقوة ورفعنا فوقهم خوفه خوفه كلمة عربية حتى تكون يعني أنا أخذ التشبيهات لأنه ما بدي فوت معك فيها قرآنيا لكن عم أعطيك فلسفة صغيرة هيك أنا دخلت له حتى الهرم الأسطاني خفرع بتلاقيها هيك قريبة من شيء اسمه مغفرة غفرنا نغفر تسامح وإذا بتجي للهرم الأخير منقرع بتلاقيها يعني كأنه في العلاقة أطرق عندي جواب لكل سؤال وهي الديانة الإسلامية بتقول ما شاء الله بيتصدروا تعالوا في عنا جواب لكل شيء وحتى بتلاقي الهرم للأوسط مثل ما قلت لك راسه يختلف بتلاقي كلمة من كلمات المسيح الحجر الذي رفضه البناءون قد أصبح حجر الزاوية يعني في إشارات ودلائل كثير أنا ما بدي أدخل فيها ولا بدي أتعمق فيها لكن عمل لك أنا رجل الآن ما عم باخد لا الإشارات الأرضية ولا الرموز الأرضية الحجار ببنائها بوجودها الأحجار أحجار ستون اللي بلندون عندكم واللي بابل والرسوم هاي كلها تتاركة مع جنا فأنا عم بيجي أخذ في القرآن هذا عم لكون يا أخي أنتو عم تفسروا الكلمات على كيف كم مثل ما أنا قلت لك واحد قال لك الأخي الأمر محمد أسر القمر نصر نصر على منكان ونصر مكان هذا الكلام ما قال لك أخي انقربت الساعة وانشق القمر يا أخي طيب الانشقاق في القرآن لا تعني القسم لقسمين أو الانشطار وهي مثل ما شرحت لأنه لو كانت الانشقاق هي انشطار الكائن القمر كائن واحد انقسام إلى قسمين إذن الذي يشاقق الله هو من مسك الله وشطر الله إلى شطر من تهينا أنا عندي أسل وشجعوا أصدقائنا العزاء أنه يستخدموا سكايب ويتصلوا فينا والسكايب موجود تحت الفيديو على كل حال وممكن يعني هو john.burro2 يعني سهل جدا john.burro2 ممكن تصلوا فينا وتسوي مداخلات إذا بدخل خليني بس أرى فيه سؤال من صديق سيد مراد صديقي بعد التحية والتقدير لك ولضيفك الكريم أرجو التوضيح للمشاهدين ما هو السر في انتشار البعوض في الصيف وتناقصه في الشتاء وهل البعوض له جناح يفرز البكتيريا كما يدعي شيخ الجهل أم هي بكتيريا عالقة ويتم انتعاشها في فصل الشتاء مما تؤدي إلى مرض البعوض وتناقصه وتموت ذلك البكتيريا في أقل درجة حرارة مما يؤدي إلى انتعاش البعوض وانتشار في الصيف أتمنى توضيح المعلومة طبيا ولكم مني أطيب والتمانيات بالتوفيق أخوكم الكافر مبيض المجارة فضل شو اسمه الأخ الكريم سيد مراد هو أبو مراد سلمون أخي حبيب ألبي أخي أبو مراد هذا السؤال يسأل به المختصين بعلوم الأحياء وإلى آخره لأنه وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر كل علم له أهله الذاكرون به والمذاكرون له يعني أنا بدي استفسر بقضية قانونية ما بروح لعند لحام لو الله أفتني في هذا الأمر أكيف بعطي لكل أهل العلم اختصاص وموضوع الأحياء وانتشار ما تسمى بحشرة البعوضة هي من ناس بإلك هي اسمنا موسي لكن أنا من نسمي لإلي البعوضة القرآنية ما لا علاقة به هل به الحشرة هي معنى ثاني ف ممكن نعرف أسباب الحرارة ممكن مثلا يقول لك المختص بعلم الأحياء أنه الحشرة تحتاج إلى مياه راكدة نسبة حرارة معينة لحتى تحسن تتكاثر وتأدي ووا ووا إلى آخره وتأدي تطورها إذن يعني والسؤال ممكن بكل بساطة أنك على اليوتيوب مثلا حبيبة التي تكتب ما سبب أو سبب انتشار البعوض حتى تلاقي في يوتيوب ناشنل جيوغرافيك صحيح هذا علم لا أسأل به أنا كقرآني أختص بالكلمة وبجزور الكلمات رغم أنه أكيد عندي من كل بحرين قطرة بإذن رب العالمين وبحسين شوي أني استمتع أنا وياك في حديث وجاوبك فيه لكن يفضل أنك تسأل فيه المختص أكثر مني وهو مختص بعلم الأحياء وأكيد حيجاوبك الجعوب الشافي والجميل والمقنع جدا جدا طب شكرا كثير لك أخي فادي فيه سؤال ثاني بصراحة هو بس دقيقة لأدخل على صفحتي مرة ثانية فيه الأخ دمهات بيقول أنا لدي سؤال أستاذ فادي عن صورة أبو لهب وصورة المجادلة 22 والأحزاب 50 طبعا بيكمل هو هنا فيه تعليق بيقول وإذا حتى أن يكون فيه شوي من العلم في قرآن جوابي هو صراحة هو الطريقة من الكتاب العربية شوي ما علم ليس جديد بل علم يتطور مثل عصر حجري علم عصر حديدي علم منذ ولادة البشرية أنا ما عم بادر بصراحة لأنه الصياغة بالعربي ما مزبوطة نهائيا هو مسأل على آية المجادلة وآية الأحزاب طيب خلينا أول شي نبليش لأنه قال سورة أول شي حبيبي الأخي الكريم ما في شي اسمه سورة بالقرآن القرآن لا يوجد فيه سور هذا الجمع اللي نحن مجموع مثلا جامعين 300 تالية ولا 200 تالية ولا 10 تاليات نسمينا سورة البقرة سورة النموسة سورة الدبانة سورة ما بعرف شو القرآن لا يوجد فيه سور وموضوع السورة والأساور وأسرى ويسري موضوع ضخم جدا وكبير وجميل جدا القرآن فيه التاليات وهذه التاليات مفرقة والذي فرقها هو صانعها يعني أنا كان عندي أوراقي مجموعة خربطة خربطة هيك بع بعضا ونزلت لك بعدت لك يا خربطة لأنه الحكمة تحسن دائما تعرف أنه جمال الكلمة مثل لعبة الليجو الليجو اللي كنا نبصت نحن فيها صغار نركب أطعف ونساوي سيارة أنت قادر على أن تركب كل شيء من هذا الجمال وهذه الكلمة فركب مثل ما بدك إذن أولا لا يوجد شيء اسمه سورة في القرآن ثانيا تبت يد أبي لهب وتب من هو أبو لهب سيقول لك أخي كان في واحد اسمه عم الرسول اسمه أبو لهب يعني القرآن يظل يسيبه من وقت ما مات لبعد ألف مليون سن هذا كلام هذا كلام هكذا صاد يعني طيب اللهب اللهب لكي ندرك ما هو اللهب واللهيب والمارش من نار أنا بالنسبة لألي أبو لهب هو المارش من نار أو الكائن الذي وجد من نار وتب التأييد له كل ما هو مؤيد له تب فبالنسبة لألي أبو لهب هو إبليس فما زالت عملية التتبيب له تتم ما هو موجود لأن إبليس كائم موجود مثل ما أنت موجود وهو مستمر ما هو إنسان مات بس أخي فادي يعني الحادثة معروفة يعني اليوم معروف أن محمد يدعي عند الكعب يدعي عم ونط عليه وقال له هذا دعيت أنا فنزلت هالآية هاي فالحادثة معروفة يعني وليه أسباب النزول معروفة فما بعرف في تعليقك فضلا برجع بقول لك ياها مرة ثانية لو أنا لقيت كتاب ما أحد قبلي حاكي لسه ما أحد بيعرف وأنا هلأ مين عم بحكي فيه وجيت أسقطت كل شي أنا بدي عليه يعني أنا لقيت قصيدة شعر أنا محدة كاتبة قبلي قصيدة عظيمة وطويلة فيها من 6000 بيت وجيت قلت لك هاي شوف هاي تعني أنا هاي تعني كذا هاي إسقاطات يعني ليش هلأ في واحد طلع لك عندك رشاد ولا غيره وأسقط فلسفة الرقم 19 وأسقط فلسفة كذا ليش عم يطلق أنبياء دائما وكل واحد بيحسي نسبة نبوته من خلال القرآن أخي هذا الكلام عم يتحدث عني أنا هذا الكلام عم يحكي عني أنا شوف هذا أنا إشارة لإلي أنا أنا هو المسكول أنت نفسك تستطيع أن تسقط فلسفتك على القرآن فوقت يجي واحد يشرح القرآن من 200 سنة ولا من 1000 سنة ولا من 2000 سنة معه الكتاب يجي أخي أول شي أنا هو محمد تمام تاني شي أنت تقول هي معروفة هذا معروف مو لأن هذا تاريخ نصنع والتاريخ صنعه المنتصرون شو اللي أكد لك أن هالحادثة حدثت وكان في كلان اسمه كذا هذا كل ياتا يعني واضعين تاريخ محمد ولا واضعين هالقصص كل ياتا وضعت بعد فترة طويلة يا جان فدعنا من التاريخ ودعنا من كل شيء أنا بالنسبة لألي هالقرآن لا له أسباب نزول ولا له نزول أنا وجدته عم ترجم الكونيان بروح عصره هاي فلسفتي أنا تبعه وما عم بسخت عليه لا تاريخ ولا غير وعم ترجمه من ضمن معطياته وتألك اللهب اللهيب نار نونيل كزع فعم بعطيك من خلال جزء طبعا أنا أشجع أصدقائنا أن يتصلوا فينا على سكايب خلونا نجرب الخضنة هاي يعني وأنا بصراحة أشجع أصدقائي ومشتاء شو بنسمع صوت أصدقائنا المداخلات بصراحة يعني بحاجة بصراحة حتى نغني الموضوع ونغني الحلقة هيك تكون إلى عدة أطراف وعدة مزايا يعني طيب أخي فادي يعني مسألت أنزلنا الحديد العجازين يقولوا أنه نزل الحديد خلق الأرض بعدين نزل الحديد طبعا هذا علميا أصلا ليس له أساس من الصحة بأي شكل من الأشكال يعني معروف أنه كل العناصر الموجودة هو غبار نجمي تكون مع بعض وكل متداخل في بعض فما في صبع شيء مراحل الجنين يعني صامع العظام بعدين كسالح من هون كمان ساب الأرض بعدين نزل الحديد يعني شو تعليقك على المسأل تفضل حبيب ألبي ربي ساعدك طبعا دائما إسقاطات هون على الكلمة التي لا يفهمها مثل ذهب ذهب هاي مرة تصير معدن أصفر ومرة بمعن مضى الحديد وأنزلنا هذا المعدن اللي نحن نحن الإسقاطات اللي نحن عم نحكي فيها قلتلك هاي الشغلة اسمها حديد هاي الشغلة اسمها كذا مشيت معنى أنه هذا حديد لكن لن تخلينا نشوف الحديد في القرآن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أول شي هل يوجد بأس شديد في الحديد طيب هل ربي لا يعلم بأن الألماس أشد بأسا من الحديد ويقطع الحديد هل ربي لا يعلم بأن النار تجعل الحديد سائل تذهب كل بأسه لو كان يعلم ما بعت زغلول النجار ولا بحلول النجار إذن هذا هذا وقت بدأ يجي واحد يقول لك الحديد أخي الحديد هو منزل ما بعرف شو من فضل لا أخي الأرض كل ياته كل ياته بكل مكونات لو بيوم الأيام وصلنا لمجرات أخرى حنلاقي أنه مكونات الكواكب بالمجرات الأخرى هي نفس مكونات أرضنا لأنه كل ياته أجي عن كتلة واحدة هي كتلة الانتجار العظيم فحتى أنا زراتي هاي من الغبار الكوني جاي زراتي اللي أنا متكون فيها هي الغبار الكوني بغضب نظر عن هذا خلينا في الحديد هلأ شوف شو بيقول لك تالي يا حبيبي وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد هل بصري أصبح معدن هاي لوحدة خلينا نضرب بقى فيك كل الكلام هون في شي يعني منفارقة يعني اليوم يقول لك نظرك اليوم حديد يعني العين المصطناعية يعني سواها فعية الحديد تفضل تقليل لأبقى أنا لوضح لك الحديد شو هو شوف حبيبي حديد وحدود وحداد ومحدود وأحدكم وأحدهم وأحدهن ويحادد ويحادون وحاد وحتى الإلحاد وتلحدون ويحادون كلا يات هاي جميعها تفعيلات لجزر ثلاثي مفتوح الجزر شوفت دائما لحتى نوصل لنقطة الليسان القرآني وهذا الشيء اللي عمع الموكر اليوم لتلاميذي وبرجع بأكد عليه لا يصلح لا يصلح أن يكون الجزر إلا ثلاثي وفعل فردي عائد عائد على فاعل فردي مثل ما أقول الفاعل فردي هو زارعة حصادة جماعة لازم يكون هذا هو الجزر الثلاثي مجرد ما وصلت له وصلت للجزر الصحيح للكلمة تتفعل معك كل تفعيلاتها بتحط له بقى اليأجر يجمعون وترجع بتضيف علي السين من الأحرف المقطعة سيجمع سنجمع تضاف عليها الأحرف إذن وتتمسك كلمة سنجمع بتشيل مننا الحروف الإضافية وتعيدها إلى جزرها هي جماعة فاعل فردي عائد على فاعل فردي والحديد فاعل فردي تبعه حاد والذي حاد الأشياء هو من جعل لها حدود فأنا أحد وأنت أحد هلأ شوف بيجي بنطبل لك أخي الأحد هو الفردية قل هو الله أحد يعني هو المتفرد لا يا أخي لا يا حبيبي قل هو الله أحد لا تعني بأن الله متفرد لأنه لو كانت قل هو الله أحد هو الله المتفرد طيب اسمع حتى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما منزل على الملكين بباب لهاروت ومارو وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنا إذن أنت أحد وما يعلماني من أحد إذن ليس الله أحد وأنت أيضا أحد أنت تبهت للنقطة يا جون أنا بيقولوا أنه الأحد هو الفرد الصمد الشيء المكوم بذاتي يعني أنا هلأ المكوم بذاتي الإله هو الفرد عظيم إذن ليس الله أحد أنا كمان أحد ما خلف الله عنني Allah أحد وأنا أحد بسم الإنسان الأحد يلا سوء إذا تسوءوا معي بهالموضوع هو تخبيصات القرآن بصراحة تخبيصات القرآن حبيبي ولا متخبصات القرآن إسقاطات التخبيصات التي أسقطت على القرآن لهذا النوع من يقوم بي عندك الأحد هو من منحك حدودك من حدك ومنحك حدودك فكل شيء في هذا الكون أحد لأننا لنا حدود أنا هاي حدودي والتي حدني الله بها وحادني وحيدني عن غيري لأن الأحد وحيدكم وتحيدون كل يات من أني جعلت لك حدود تحدك فتكون حائدا عن غيرك هذا له حدوده وأنت لك حدوده هاي هي الأحد وأما عندما يقول حديد شوف حد الشيء وأما الحديد هو التحديد المدقق للشيء فعندما أقول نظرك حديد أي نظرك محدد جدا ومدقق جدا ومدقق جدا هذا هو معنى كلمة حديد الحديد هو المحدد جدا هذا حد لكن الحديد هو المحدد جدا هون بشان هيك اللي بيقول لك وكشفنا عنك خطائك فبصرك اليوم ما حديد أي أن بصرك اليوم محدد جدا ومركز جدا بأعلى أعلى عالية التركيز للحدود تشان هيك حبيبي هلا لا تفهم مين هو الحديد كل شيء في هذا الكون أحد وله حدود وأما الحديد والذي فيه بأسا شديد فهو أنت أنت وأنا نحن حديد الله لأن الله حددنا تحديدا عن كل كائناته وميزنا بأن وضع فينا روحه العلم المطلق نحن سنصل إلى الربوبية أنا هو الحديد الذي فيني بأسا شديد وشان هيك شو بيقول لك في تالية بعد منا الموسيقى بقى دقيقة واحدة أخي فاني دقيقة واحدة بس خليك أحافظ فكرتك هذيك بس هون في فكرة تانية إنه اختارنا بين بين الكائنات طيب هاي هاله علاقة بالعدالة هيك يعني يعني اختارنا بدون إرادة بدون شيء هو صورنا بهالشكل هذا خلينا نقول الزكي واختارنا وحطتنا الروح ليش طيب ليش نحن بالذات ليش ما حط للجيجات مثلا وذيو كلها ليش ليش انتي ما تجيب الكلب تجيب كلبك اللي موجود عندك والجنينة وتساويه بمرتبة بنتك هذا موخط يا هادا موخط وحتى الله لما صنعنا موضوع هون ندخل بموضوع بقى فلسفي عميق جدا وهو الله المحيط حبيبي الله حتى عملية إيجادنا نحن نظن أننا صنعنا من عدم ولا يوجد شيء اسمه عدم الله يوم تتخيل أنت الكائن المطلق الكائن المطلق أنا بالنسبة للي وجودنا هو وجود الله ذاته يعني الله لا يدرك ذاته إلا من خلالي أنا صورته وأنا ابنه وأنا نكون جزء لنا يعني هلأ أنا وتوأم روحي موجودين في جنة رائعة لأنه نحن العاقل الكائن العاقل وكل هالكائنات اللي حوالينا بدنا ندللها ونحبها أنا بدي حب الطاوس وحب الأسد وحب السعلب وحب الكائنات كلها هدول أصلا هم يستمتعون بما أعطيهم من حب أنا هلأ من يومين شفت واحدة مدربة معها ببغاء بيعشاء الببغاء وكل شي كلام بتحكي عم يحكي معها وبيجنن بالتعامل معها أنا تعالى عملا شوفي هذا هو الغبوب أنك تصلي وتعلمي هالكائنات الجميلة الحلوة كلها وتتعاملي معها بسلاسة بسلام بحب أنتك أنت هو الكائن الأرقى لشان هيك المسيحي قالوا أبناء الله هذا مو غلط ونحن أبناء الله ونحن أحباء الله أنا معك أنا معك يا أخي فادي اليوم أنت عم تقولوا أنه نعطيهم حب لها الكائنات وندللهم وهالحكي طيب بتجيك السائل بقولك طيب البكتيريا الموجودة في أعماق المحيطات أنت كيف تصلى وتدللها والبكتيريا الملايين الكائنات في الحقيقة اللي عاشوا قبل الإنسان يعني الإنسان لا يشكل شيء من تاريخ الحياة على كرة الأرضية يعني كيف هالإنسان اللي ماله أصلاً ذكر في التاريخ الحياة يعني الحياة من 700 مليون سنة بلشت وخلينا نقول إنسان الطبيعي حالياً 200 ألف سنة خليكوا فالشيء ليس كان يجي هو يكون الأعلى مرتبة بين هالكائنات يعني موضوع شوي بيكون فينا يعني فضلاً ولا فيها أي إن ما عمل لك هذا الموضوع الوحيد اللي لازم وقتاً ندخل فيه يعني ندخل بموضوع حقيق بقى وهي بقى فلسفتي العميقة جداً حقيق عم الله المحيط والمحيط الكوني الكامل اللي نحن فيه وأنه نحن هو مركز الزاكرة الكونية أو العقل الكوني هو نحن العقل الإلهي هو نحن يعني هلأ كان نعمل لك جسد مليارات الخلايا لكن الخلايا النبيلة أو الخلايا الذاكرة هي فقط الموجودة في دماغك طيب طيب أخي فادي هلأ أنا برجع وأكد على أصدقائنا أنه يشاركونا بالسكايب هو موجود تحت الديسكريبشن تحت الفيديو حتى بصفحتنا في الفيسبوك كمان موجود السكايب جان دوت بروتو وياريت شاركونا بتعليقاتكم وبمداخلاتكم إذا بتقدروا والأخ فادي يشرح لنا العلاقة مع الله من هو الله المحيط يشرح لنا من الله المحيط يعني أنا هالفكرة هاي انت أنا ما استوعبتها كتير بصراحة لحد الله يعني بديك تشرحها وتوضحها للمشاهدين يعني شو فكرتك عن الله المحيط فضلا كل شيء بهالكون هذا أزلي أنت هلا قبل شوي قلت إنه الإنسان عمره ميتين سنة ولا ميتين مليون سنة ولا إلى آخره هذا الكلام غير صحيح لا يوجد كائن في هذا الكون له عمر محدد أنت ما تراه هو صورة الصورة التي انطبعت حاليا أنت تستطيع أن تحدد عمر الصورة الظاهرة ولكن لا تستطيع أن تحدد عمر الصورة الأزلية بمعنى شوف حبيبي أنا هلا قاعد بقلب هالغرفة هالغرفة أكبر مني بتعطيني مجال أني اتحرك فيها لكي أصنع صنعي إذن لكي أصنع صنع يعني مثلا فيز جيب خشبة من هون ألم من هون ورقة من هون وجمعون وأبني بناء معين فأحتاج إلى مساحة أكبر مني تتيح لي حرية الحركة لكي أصنع صنعي فلو قلنا بأما الله صنعنا أو استحدثنا من العدم إذن الله موجود ضمن العدم كأنه الله موجود ضمن فراغ حيث من الوجود أكبر منه يتيح له حرية الحركة ليصنع صنعه فإذا كان الله موجود ضمن العدم فإذن العدم هو الأصل وأكبر من الله لأنه يعطي لله حرية الحركة اللي يصنع صنعه إذن حتى ندرك معنى كلمة الله المحيط لازم نفهم أنه صنع الله يتم في ذات الله يعني تنقول هالكون هاد وصنع الكون يتم ضمن الكون ليس خارج الكون لأن الكون لا خارج له لذلك منعطي نقول الله هو أكبر إذن هو أكبر شيء لا يوجد أكبر منه لأنه مجرد ما رحنا لمنطقة يوجد شيء أكبر من الله إذن الذي أكبر من الله هو المحيط الذي يحيط به وطالما يوجد محيط يحيط به إذن الله موجود ضمن العدم وهذا شيء مرفوض تماما بكل المنطق وبكل أنواع الفلسفة إن كانت كونية وجودية دينية شو ما بتكون هذا الشيء مرفوض تماما فإذن الله هو الكيان لكل المطلق وكل صنع الله يتم ضمن الله هلأ لح برجيك عملية انتقال الكائن الإلهي لأنه كل ياتنا إله أنا الله وأنت الله وكل شيء هو الله لأنه فولي وجه كائنا ما تولي فثم وجه الله فكل شيء هو الله هلأ أنا أععد عمفكر بدي أسمع طاولة معينة الطاولة ارتسمت بخيالي تماما صرت أعرف معاصفاتها وشكلها ومن هون بدي أعمل لها الزيء لفلاني ومن هون كذا ارتسمت الطاولة بالخير لكن حد الآن لم أظهر الطاولة خارج يعني كعمل منظور هل فيك تقلي أنه أنا هلأ بعد منه صناعت الطاولة وأظهرت لك ياها هل فيك تقلي أنه زمن ظهور هاي الطاولة أو الصورة هاي اللي وضعت لك ياها قدامك هو لحظة وجودها نوجدت بدماغك أول الشيء بعدين نتحتى صلوق وجدت قبل ما تنوجد عمل ظاهر إذن هو لحظة وجودها هو اللحظة اللي أنا فكرت فيها وإذا أجينا قلنا أن الله يفكر إذن الله يستحديس والله لا يستحديس يعني إذا حتى أنا وأتبدي إليك هلأ شوف يعني نروح أعماق من هالفكرة هاي إذا قلت لك أنا بهاللحظة فكرت إذن أنا قبل هاللحظة هاي ما كان عندي فكرة عن هالطاولة هاي وإذا قلت إن الله يفكر بلحظة من الزمن إذن الله دخل داخل الزمن وأفكاره ملزمة بالزمن وهو محدود إذن فحتى أفكار الله حتى الطاولة اللي هي فكري هي أزلية موضوع إخراج من الظاهر الإلهي إلى الباطن الإلهي الباطن والظاهر هاي موضوع الباطن والظاهر موضوع الرقم الجميل جدا أنت كنت موجود في الزات الإلهية إذا قلت لك إفتراضيا أخي الله موجود من تريليون سنة فأنت موجود من تريليون سنة في الله هو حركك من مكان إلى مكان بما محيطه فأصبحت في مرحلة المراحل كنت في صوت ما في يا جون ما ليستمع أخي فادي أنا أسف موضوع بما أنه نحن موضوع فهم الله في عندي سؤال جابوا صديقة بصراحة صديقي ياسين بيقول سلام معكم الأخ في الزندقة سؤال لفادي ما هو مفهوم الله بالنسبة له وطبعا كنا عم تشرح الله يعني هو السؤال عنده يعني هل هو كائن أم قوانين طبيعية وفي أخ تاني كمان اسم إبراهيم بيقول تلاعب بالألفاظ وتفسير بالماء بالماء بعد جهد فخلينا بالأخ ياسين يعني هل هو كائن أم قوانين طبيعية فرضا هل أنت كائن أم قوانين يا جان أنت كائن وقوانين أنت كل شيء الله هو كل شيء هو هذا الكون يعني كل ما حولك وأنت والحشرة والنملة والناموسة وقانون الجازي والقوانين هذا كل ياته اسمه الله ونحن جميعنا ضمن الله ضمنه وليس خارجه يعني أنت جميع الله قصدك؟ أنت وجه من وجوه الله لا نقول جزء لأنه لا يتجزأ يعني عندما يقول كلمة جزء لو مساكت هالكون ككتلة كونية وجيت جزأته إذن أنا فصلته عن بعضه شعرته أجزاء هو لا يتجزأ هو كتلة واحدة ما فيني يقول الخلية الدينكا جزء من جان لا هي جان هي شيء منه هي من ضمن تكوينه الكلي المجمل الله هو الإجاب هو الموجب والسالب هو النور والظلام هو المادة والفراغ هو كل شيء ونحن شيء من هذه الأشياء طيب السؤال الطبيعي هون أخي فادي تولي وجهك أينما تولي فسمى وجه الله يعني هلأ أنت طلعت على الحجر هو الله وطلعت على الشجرة هي الله طيب في عندي هون سؤال بصراحة يعني سؤال بالمخي يعني متو ما بقوله إذا كان كل هاتنا وجه من وجوه الله والله هو الكون اللي نحن هو فينا ومننا وفينا متو ما بقوله شو الهدف شو الهدف من وجودنا أصلا يعني شو 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 مناسبة الوجودي أنا وانت ونحضر نقاشات ونحكي بدون ما يكون شو شباب..أني يطرح نفسه يا أخي يوم مثلا نشوف الأخوة المسلمين لا يثبت وجود الله شي يضعوني التوقيع على البطيخة شي على البطاطة شي على أنت بالنسبة إليك كفادي يعني كيف يمكن ترغب سبب وجودنا ليش نحن موجودين الهدف من وجودنا أصلا يعني فربت نحن لا ندور على هدف وجودنا لكن نفهم أننا موجودين لا يمكنك أن تقول ما هو سبب أن وجد الكون هذا سؤال أنت مفهوم الله وخد في مفهوم الكون والكائن الكيان الأعظم ما هو سبب وجود الكون؟ هو موجود وأنت شيء من هذا الموجود لماذا بالأساس تكون في شيء اسمه موجود؟ يعني هلأ أنا بنسكي كملحد يعني أعرف أنه أنا سببت موجود بسبب وجود البيج بان صارت الانفجار العظيم وما تلاها بعدين بس أنت قرآن ملحد شو السبب يعني شو الهدف؟ ملحد أن سبب وجودك هو الانفجار العظيم طيب أنت هدا ليس سبب وجودك هذا استمرارية وجودك أنت كنت موجود في الكتلة ذاتي ها تبع الانفجار العظيم يعني إذا كانت كتلة واحدة وانفجرة فأنت كذرة ولا كغبرة ولا كشيء ذورية في هذا الكون كنت موجود ضمن هالكتلة طيب اسألني لماذا هالكتلة كانت موجودة؟ طيب ليش كانت موجودة؟ هون أنا بالنسبة للي بتأتي بتشي نظرية الواحد يعني الفرد الذي يعني الكون أو تخيلوا بقى هلأ بتخير تاني أنا قاعد بقلب جنة هلأ وكل شي بهالجنة هاي اللي أنا مساوية كله أملاكي أملاكي تبعي كله مصنوعاتي الرائعة من كل أجمل ما يكون أنا صنع لكن ما في حدا مثلي ما في حدا مثلي أنا هلأ أجيت يا جان مسكت إبريت الخلود وعطيتك إياها وصرت معت في موت بالنسبة لألاك ووصلتك لمرحلة تتعامل مع كل الكائنات وكل شي بهالأرض موجود عليها هو ملك لألاك العصفور تعمل إصبعتك هيك يجي العصفور يوقف على إيدك ويغني لك أحلى أولي وأجيت سحبت الجنس البشري ما خليت ولا إنسان خلص ما عد في إنسان على وش الأرض بغيره وأما الباقي من كائنات وعيوانات وإلى آخره موجودة هل تقبل بخلود بهذا الشكر؟ أكيد لا أقل أشيء يجيبنا واحدة يا زلمة أقراض عليه هذا هو الله المحيط هو كل شيء جميل كل المخلوقات الموجودة ضمنه وكذا لكن هو كان وحيد ما في عنده مثله فحب بهاللحظة هذا هو عظمتنا نحن ليش نحن الحديد ولسنا المحدد هون حب أنه يعني 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 أنه يوجد كائن مثله صورة عنه صورة طبط الأصل عنه وجودك أنت هو صورة الله هو صورة الله المحيط على الأرض أنت وجده يا أخي فادي اليوم بجيك مسائل بقولك طيب هل صدام هو وجه من وجهه الله الشريرة يعني ستالين والهتلا والأسد والأطران والأطران والدكتاتوريات والأطران 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 القرآن ترى على الله هل الإله عاجز أنه يمنع إنسان شرير مثل محمد يستعمل القرآن مشان يؤذي البشرية لك كل الفترة فضلك يا حبي الشر والخير هو فلسفة نحن أوجدناها هلأ جوات الأم والجنين تبعه هو عم يتطور فيه خلايا تركب فوق خلايا فيه خلايا بتدمر خلايا تدمرها من أجل البناء يعني تهدم خلية تهدم خلية حتى خلايا العظام وأثناء تطورها تلاقي عملية هدم وبناء هدم وبناء حتى يكتمل لموه الجنين كله لو أنت نظرت إلى الخلايا في الجنين لحت تلاقي معمعة جواتك معارك طاحنة ولحت تلاقي ديكتاتور خلية ديكتاتور وخلية جبارة وخلية ما بعرف شو هتلاقي معمعة ضمن هالجنين هل تأتي الأم وتتدخل في هذه المعمعة؟ هاي المعمعة هي تطورنا يعني أنت عم تقول أخي صدام حسين كان ديكتاتور يا أخي طيب صدام حسين لو نحط بظروف غير الظروف ولا بطبيعة غير الطبيعة كان نوجد منه الشخصية اللي هي هاي كله هاتها عبارة عن ترتيبات نحن بأثناء الأطوار اللي عم نتطورها وهالجنين وهالمعارك اللي جواتنا مع بعضنا هي نفس واحدة تتطور بلشت خلية خلية واحدة انقسمت لخلايا صارعت الخلية مع الخلية الثانية هاي أكلت هاي الكرية البيضة أكلت حمرال ما بعرف شو تك 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 وتعددت الخلايا لا تصل في النهاية تصبح جنين كامل النمو وجاهز للخروج من الرحم كنفس واحدة يعني موضوع حتى موضوع فكر ان الله يتدخل الله يتدخل هذا هذا مفهوم خطأ فهنا مفهوم خطأنا فلسفتنا مبنية على فكرة الله مفصول عننا مفصول عننا اتبه لهالنقطة كأنه هو أنا إحنا وإياه هاي نحنا وهي الله وكلا إحنا الاتنين موجودين بمحيط كبير فمشان هيك الله عم يشوف صراعاتنا بيتدخل يا أخي نحنا ضمن الله متل ما جانين ضمن رحم أمه الام لا الام تفع عم تشعر طلبطات بطنها وكذا وهي وإلى أخيره لكن الجنين يكتمل ينمو هناك معمعة وهناك معارك بين الخلايا وشي عم يطخن بعضهم طحن لكن في النهاية هذا اكتمال كمان للنمو أخي فادي في عندي كمان بصراحة الأخ إبراهيم والأخ ياسين كمان رجعوا سألونا أسئلة يقول لك هل القرآن كلام الله أم كلام البشر طبعا هذا الأخ إبراهيم وإن كان كلام الله فهل الإنجيل والتوراة والزبور كلام الله وما هو سبب وجودنا في الأرض وماذا عن الكون الشاسع الذي لا نمثل فيه فيه الأزرة يعني عبارة عن غبار نحن يعني هو قصده وما الروح وأين تذهب بعد الموت الإنسان إذا عندك شواب لهذه السؤال فضل نقطة 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 أول شي نحن نفكرين أنه نحن كل واحد منا عنده روح خاصة فيه وهذا الشيء خطأ لأنه هي ما في إلا روح وحدة كلياتنا نستمد منها يعني أنت تخيل يعني عصايات واقفة والهوى محيط فيهم والهوى عم يتخلل هالعصاية من خلال نقطة معينة فيها يتخللها وقتا ينقطع يعني ونسدت المنافذ فيها يعني سدت منافذي كلها ياتا لا يتتعوذ الروح تتخللني لا هي ما اسمها خرجة الروح اسمها أنا انفصلت عن الروح الروح مو موجودة أنا عندي روحي حسنا هيك أنا بمرة مرات سمعته عم يقوله أبو حافظ يلعن روحك لن حبيبي أنتو عم تسبو روح الله أصفي لتسبوها الروح هي روح وحدة ويسألونك عن الروح قلوا الروح من أمري ربي وما أتيتم من العلم إلا الله ذكرتني بغنية روحي بروحك يا روحي بروحين بروح والراحت روحي يا روحي روحك بتروح هذا كل ياتا مفهومات حتى خطأ كل ياتا نحنا نفكرين أنه في جواهتنا كائن أسيري كائن غير مرئي هو الروح وهو اللي يعني يعطينا أنا ما فيني روح أنا أحيا ضمن الروح كمان هالزبور والتورات والإنجيل كمان كلام الله برأيك يعني شوف أول شيء الله كلمة كلام تفرع عن كلمة خطاب يعني نحنا حتى هلأ نرجع يعني ليش عمل لك مسيبتي مسيتي أنا كبيرة مع اللغو الأعرابي نحنا نفكرين أنه كل ما نخطه هذا يسمى كلام بيني وبينك مسمي أنا عم يعني بللك هذا كلام أنا عم كلمك وتكلمني هذا اسمه خطاب والخطاب الله لا يخاطب أحد الرحمن لا يملكون منه خطابة لا يوجد خطاب الله لا يخاطبنا الذي يخاطبنا هو كائن ضمن المحيط مثلنا هلأ السمكات عايشين ضمن المحيط الحوت وقتا بيصدر أصوات تسمعوا بقية الأسماك الصغيرة لكن ما فيك تقول لي أخي هل المحيط له صوت المحيط ما له صوت هناك الأصوات موجودة ضمن المحيط والخطاب يتم بين كائنات مثل بعضها ضمن المحيط الحوت يخاطب والدولفين يخاطب وإلى آخره لا نتحدث بالنقول المحيط يخاطب كائناته المحيط لا يخاطب وكلمة كلمة من الإلمام وكلمة لا تعني خاطبها هلأ وتقول كلم الله نوسى تكليمه وكلمه تكليمه لم يخاطبه خطاب لا يوجد خطاب الكلام هو من الإلمام ألم بالشيء وتدخل عليها كاف الجر أو كاف المخاطب كلمه كألمه أي وكأنه جعله يلم إلمام كأنه حشيتك حشي بالإلمام فهذا هو الكلام فالله يكلمنا ولا يخاطبنا وأما الرب فيخاطبنا لأن الرب موجود مثلنا ضمن المحيط فنتخاطب معه ويقول لك فلا تخاطبني بهم فإنهم مغرقون ومغرقون وإلى آخره الرب يخاطبنا إذن نرجع من قول القرآن كلام الله أو تبدأ قللي كلام الله فكل شيء في الدنيا في كل شيء في الكون هو كلام الله كل شيء هو إلمام من الله الشيطان كلام الله وما يصدر عن الشيطان كلام الله وإبليس والرب والحشرة والنام وما يعرف شو كل هذا كلام الله فإذن القرآن كلام الله وكتاب داروين كلام الله كل شيء هذا كلام الله لكن هون تجي تفرق تقول لي هل القرآن هو كلام الرب أم لا خطاب الرب لنا أم لا أقول لك أوكي السؤال لازم تحدد لي السؤال أما كلمة الله تفرق بين الله والرب مثل عمل لك تفرق يا أخي بين المحيط وكائنات المحيط المحيط هو البحر هذا الضخم أو المحيط الأطلسي وضمن المحيط يوجد أنواع كثيرة من الكائنات وسيد كائنات المحيط أو الرب الأقوى أو المسيطر أو كذا يقول لك الحوت هو الرب أقول لك الأوركة هو الرب هو سيد البحر هو سيد المحيط موجود ضمن المحيط لكن المحيط لا تقارنه بشيء هو محيط وكل ما ضمن الله المحيط وكام الله بكل شيء محيط الله هو محيط يا أخي طيب أخي فادي عندي سؤال تاني هون من الأخ ياسين أقول لك لكن الكون ونحن ننتهي والقوانين لا تنتهي وأزالية حسب نظرة الأوطار الفائقة وشو رأيك من الحكيم أنا ما فهمت عليه الحكيم شو هو عم بيقول أنه نحن ننتهي والكون بينتهي بس القوانين هي أزالية مين قال أنه نحن ننتهي قوانين الكون أنت مقتنع بهالكلام أنه نحن ننتهي كيف يعني ننتهي يعني ننتهي كمثلا كجام بره بينتهي بنهاب بنوت بينتهي تتحول مثلا جام بره عبارة عن شو أنت عبارة عن مليارات تريليارات الزرات والخلايا التي تركبت فوقها أنت تتحلل وتتفرق لكن لا تنتهي يعني هلأ أنا عندي كومبيوتري هذا من البلاستيك اللي قدامي أخذته خلاص نحرق الكمبيوتر ونضرب إلى آخره لكن هو كمادي ما انتهى هو موجود حيتاخذ ويتكرر ويتحول ويدخل بتصنيعات شيء تانية البلاستيك لا يوجد شيء اسم أنك تنتهي أنت ككأكا كذرات لا تنتهي في سؤال من الأخ سيف بيقول أين عرش الله وكيف يستوي عليه العرش مفهوم العرش أريد أن أفعله بحث جديد خاص بي بعدين عطيني التالية معلش وياريت لو لوحد يعطينا هلأ أريد لك الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش 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 والعريش وما يعرشون ما هو كمان مكان يععد عليه ولا كرسي يعني هلأ أوحى ربك إلى النحلي أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون العرش هو كل شيء متعرش عريشة نحن نقول عن دالية العنب عريشة إذا بتتذكر طبعا طبعا لأنها تفرع وكذا وإلى آخره فالعريش واليعرش والكذا الكون كله عبارة عن عريش كامل عريشة كاملة وانواحدة وجود كاملة يعني ما هو مفهومنا للعرش يعني إذا واحد قال لك أخي العرش هو المقعد اللي تعود عليه ألا هذا هذا أنتو سميتو لكن هذا بمفهوم القرآن إذن ومن الشجر ومما يعرشون يعني النحل حي يجي ليش ما بلاقي على الكراسي عندي نحلة عاملة خلية تبعها وحتى كلمة فضل يعني ويحملوا هلأ شوف ويحملوا عرش ربك الرب يحمل عرشه ويحملوا عرش ربك يوم إذن ثمانية العرش هو كل ما عرشه الرب وكل ما أنا بالنسبة لي متأكد مليون بالمئة أنه في مجيء للرب وجاء ربك والملائكة صفا 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 ومين هاتباني اللي مشيله العرش تبع الإلهي مين هاتباني اللي مشيله العرش تبع الإلهي يعني حتى أنا دخلت أحياء مع الجماعة الرائليين وعجبني شوي من فكرون يعني وبيعتقد مثل ما قالك رائيل أنه بيوجود سفارة على الأرض وأنه الألوهيم أو الكائنات الأسمن منها والتي هي وجدنا ستأتي إلى الأرض في زيارة لنا لأن خلص لأنه شافتنا نحن أصبحنا جاهزين للتطور فحتأتي إلى زيارة لنا وأنا واسق بما جاء الرب فالرب يأتي ويتحرك من مكانه لأنه كائن مثلي مثله موجود ضمن المحيط وعنده مساحة يتحرك بها أما الله لا يأتي ما قالك وجاء الله الله لا يجيء ولا يذهب الله هو المحيط السؤال هو أخي أخي فادي من هم الثماني اللي زين يحملون عرش الله يعني نحن شفنا بصور فيسبوك داروين وريتشارد داكوينز وغيرهم يعني شايلين لله على العرب بنعشه فمن هم الثماني الذين يحملون عرش الله حتى لو قلتلك هلأ شوف كلمة ربك لحتى نفهمها فأما أحدكم فيسقي ربه خمرا من هو ربه الذي رباه سيده ربه الربوبية في القرآن يعني نصيبتنا أنه بس ما نخلق بين الرب وبين الله هلأ جيت لتلك أخي حاملين عرش ربك عشرة حتلاقي شي غريب عشرة رجال حاملين كرسي ربك مثلا حكينا بكرسي هلأ كرسي هاد وين من هنا العشرة طيب خلينا يعني واقعين شفيا يا أخي هلأفنا هلأفنا اليوم يقول لك ويحملوا عرش ربك ثمانية مو هيك بيقول الآية هلأفنا ما هو العرش أصلا حتى أشرح الثمانية وأشرح العرش بدي أدخل بموضوع من جزره أمسك لأنه أنا لحد الآن أنا مواضيعي كلها ارتجالية متل ما عم تشوف ما عم نحط بحث قدامي يعني إحنا وقتها قررنا نحكي مثلا بكازة تالية أنا جاهز لهم وقتها بيحكي عن العرش بدي أمسك لك ياها بتفصيلة وطالع لك موضوع لك عرش هيعرشون وجب لك الجزر تبعها اللي هو الفعل الفردي عائد على فعل فردي لحتى وضح لك معنى العرش بمعنى ذاتك هلأ كرسيه مثلا حكيتها وشرحت الكرسي هي ما لا علاقة بالمقعد هي من أصلها من الرواسي ورسيه وتدخل عليه كاف التشبيه يقال لها كرسيه السماوات والأرض عندي سؤال هون يا أخي فادي معلش في سؤال هون من الأخ سام يقول اسأل عن تفسير أننا حملنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيناها وحملها الإنسان إنه كان جهولا وظلومة يعني هالآية هي يعني إنه الإله أو الرب أو الله اللي أنت بتنادي فيه إنه حملوا للجبال حملوا القرآن لهذا القرآن هذا لجبال فأبوا أن يحملوا لأنه طييل كتير بس الإنسان حملوا لأنه كان جهول شو تفسيرك لهالآية هي يعني؟ يعني هالله مثلاً أنا بصور رأيي الشخصي إنه يعني حمل للجبال ما تحملت حمل للإنسان أنا ما بعرف إيه ما تحمل للإنسان يعني ما أخد رأيي أصلاً أنا كإنسان إنه يحملني إياها بعدين ليه جهولاً يعني أنا بعدنا خلقني وتعذب فيني خلينا نقول وصنعني على هالهيكل هذا يعطيني الأمانة ويجي يقول لي أنت جهول وحقير ووضيع وبلاه بلاه بلاه الحكي السفيه هذا يعني للأسف فضل طيب نقطة نقطة كمان نرجع مرة ثانية أول شوف أنت عم تعطيني تالية هالتالية هاي لحتى أشرح لك ياها أنت عم تعطي تالية عبارة عن جملة أنت شايفها جملة بسيطة يا فادي شرح هالتالية ما عم تعرف أنه هالتالية فيها عشرين كلمة وكل كلمة هي جزر وهي بحث مستقل بذاته هلأ الجبال شو هي بنسبة النسبة لألك؟ جبل جبل يعني الجبل معروف جبل طيب ومن هم الجبل الأولين؟ هاي بصراحة يعني هذا أنا عم بحكي مع إله هو بيعرف بيعرف مخي قديش حجمه وشو استوعابي أصلا يعني بيعرف لكل لازم هو المفروض يكون يعرف لكل شخص في هذا الكوكب منذ ولادة البشرية إلى نهاية البشرية وكل شخص على مر العصور لازم يعرف الطريقة أو يفهم الطريقة الممكن أن هالشخص هذا يفهمه يعني أنا لما بيجي بيقول لي الجبل أنا بعرف الجبل هو الجبل ما في غير الجبال يعني الجبال الجبل على أنه جبل كبرة الأرض صارت جبل هاد المفهوم يعني ليش مو مونتن مثلا شو اسم الجبل بالإنجليزي؟ الضبط مونتن يعني هاد المفهوم هاد مفهوم الكلمة يعني ليش يعني أخذنا أنه الجبل هو أخي هاي الصخور اللي هيك والتلال والهضاب العالي ليش هاد الجبل يعني؟ بالقرآن ما هاد هو الجبل؟ هاد المفهوم لكل الناس وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها الجبال والجبل والجبل هو كل شيء جبل ببعضه الغيوم جبال الغيوم في السماء هي جبل جبال واحتلع لك الآية وينزل من السماء من جبال فيها الماء ينزل من جبال السماء يوجد جبال في السماء والجبال هي جبل في الوران هو كل شيء جبلة أنت جبلة نحن جبلة أخي فادي هون بذكر أنا خالي اسمه الحج نوري ثم بعدما رأى الحج طلع بالطيارة طبعا فجاي عم بحكين عم بيقول يا رجل نحن لما منعدي بين الغيوم كأني جبال فالمسألة هون ما هي مسألة أنه يعني تصريفات الكلمة ولا جزرة ثلاثة مثل ما عم تحقي بس المسألة هون أنه شخص عادي بالصحراء كان عايش يعرف النظر يشوف الكون حوالي السماء فيعبر عنها بكلمات المعروفة في ذلك الوقت يقول مثلا الغيوم جبال يعني ماينه مثل الجبال على قد آتيت الأود منا فضلا يا جبال أوب معه والطير وألن له الحديد هل لا الجبال هل هي كائنات عاقلة مدركة لكي تأوب ومن الأوابين تصبح يعني ألم ترى أن الله يجزي السحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوضق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من الجبال في القرآن ما فيك تجي تحددها تقول هذا الجبال وهذا معناته الجبال الجبال في القرآن كل ما جبله مشان هيك بيقول الجبلة الأولين الجبال هي كل المواد التي تجبل مع بعضها وتشكل شكل معين فكلنا جبال موضوع الجبال كبير أنا وقتا بدي أدخل معك بشرح تالية يا جان أنا ما عم بشرح لك هذا الشرح الخطأ هو شرح القرآن أخي ناخد تالية وقول لك أنا هاشرح لك ياها كلها هيك هذا اسمه اجتهاد وأصطنباط ونصطنبط وكذا لكن لازم نفهم أنه فيه كل كلمة لحتى نفهم هاللسان اللي نحن عم نتعامل معه لازم نفهم أنه كل كلمة فيه إلى مصطلح جزرها لازم نفهم الجزر نفهم مدلولاته معنى وقتا نفهم كل تفعيلاته مشان هيك إنا حملنا الأمانة يعني إنا وضع الأمانة والسؤال اللي سأل عليه الأخ الكريم وحملها الإنسان مين هو الإنسان؟ أنا وأنت مين هو أنت الخليفة أنت أرقب شوء الإنسان الملائكة الإنسان الملائكة الإنسان كل كائن شوف كل كائن يأنس بوليف له لأنه كلمة إنسان هي مثنى والفرد تبعها إنس إنس زائد إنس يساوي إنسان مثنى فكل كائن يأنس بوليف له من مثله هو من الكائنات الإنسية الحيوانات إنسان الكلب والكلبة إنس وإنس يأنسون ببعضهم الأسد والأسد واللوية كل ياتهم هدول إنس إنس فأنت بدك تعرف أنه الإنسان كان جهولة حاليا من الإنسان ليس جهولة وحملها الإنسان مقال والإنسان جهولة وكان جهولة طيب هلأ القرد جهولة أم لا جهولة؟ بصراحة أنا أخي فادي يعني هنا القرد بالنسبة إلي جهول بس بالنسبة لبني قومه أكيد موجهول يعني أكيد في ألفنا نحن ما بني قومه بدأهم بدأ منظورك أنت كإنسان عاقل يا جان يعني الرب أنت هلأ عم تتحكي عن تضحك على حركات السعدان والنسبة لقلك هو كائن بسيط كائن كذا ولا حركات الكلب هو كائن بسيط له حركات فطرية طبيعيا وسميها فطر وتنظر له بنظرة أكيد أنت نظرتك لأله ومو نظرتك لنفسك ولا نظرتك لأبنك فعظيم وقتا أنت عم تقول حركات يعني حركات جهل لكن حركات لطيفة هذا مو معناته باستعلاء وهذه الحقيقة والواقع أنت تنظر له هالنظرة هاي فما فيك تقول هو بن بين جنسه ما يقول بين جنسه الرب لما ينظر إلى ربيبه وإلى ما هو دونه في العلم هاي النظرة وعم يحكي لها بالواقع بعدين وشوف في فدة تفرق بينه يقول لك جهولة ويقول لك وكان جهولة فنحن في التطور لنصل إلى الربوبية ما هو عم يعلم ابنه أنا أبني صغير يقول له جاهل هذا ما يعرفه جاهل يعني كسر الكاسة يجد أم عم تعيض يقول لك تكتركي هذا جاهل هذا لسه جاهل طيب في عم السؤال لم يفهم سؤالي لأن سؤالي تابع لكلام السابق أنا أقصب إن كنا نحن الله فالكون ينتهي للعدم يعني هذا بصغط السؤال يعني إذا كنا أقصب إن كنا نحن الله فالكون ينتهي للعدم يعني بكل تأكيد هل الله إذا ربطناه بالمادة منتهي هذا صار سؤالين هنا لأننا لو اعتبرنا أن الله هو قوانين الطبيعة فهو أزلي وهو المتحكم في كل شيء سواء في كوننا أو بقية الأكوان فضل موضوع التحكم والمتحكم الله ليس متحكم الله حكيم كمان هاي نقطة كتير كبيرة هو حاكم الأمر كله محكوم ضمنه موضوع يعني أنا ما عم أفهم موضوع كيف عم يصل فيها هو السؤال طبع عم يصلي فيه للعدم ما عم أفهم كشلون هلأ أنت عم تقول إننا نحن الله العظيم الكون هو الله عظيم الكون هو الله أوكي هل هناك نظرية علمية تؤكد بأن الكون في فكرة كتير أخفادك يعني هون مثلا بيقول الكون هو الله يعني الكون اليوم حسب النظريات العلمية يتقعد عنه يسا يصل لمرحل إنه ينتهي أبدا لا يوجد هذا نظرية ولا يوجد حتى في نظرية نهاية الكون في الانكماش الانكماش ونظرية يعني ونظرية الزوابان في الكون يعني كلها تصبح بلاك هولس بصقوب سوداء وينتهي يعني في مرحلة من المراحل بعد مئة مليار سنة أو مئتين مليار سنة سينتهي الكون في حتى الزرات الموجودة ستنتهي يعني هاي نظرية موجودة يعني ما هي فهل الله سينتهي بهذا الشكل؟ خليك معي وتنقول كلمة نظرية إذا أصبحت قاعدة علمية ثابتة في فرق بين النظرية والفرضية الفرضية أن أفترض أنا شيء وأبني على هذا الافتراض أفكاري وأمشي معها أما النظرية هي السابتة لأ عندك في نظرية إذا كان هو بالنسبة لأله الكون يتمدد يتمدد فهناك فرضية عكسية تقول الكون بعد تمدده سينكمش ويعود إلى كتلة واحدة المادة لا تفنى بكل الأحوال النظرية الأكثر ثباتة بالنسبة لألي المادة لا تفنى نهائيا ولا تستحدث من عدم حتى بالنسبة للكون إذا كان بالنسبة لأن الكون هو الكتلة الانتفاخية التي نحن فيها ففي عندك النظرية الوترية وأنه نحن ضمن أكوان متعددة وليس كون واحد والأكوان الأخرى المادة فيها تختلف عن المادة في كوننا إذا فتت من النظرية الوترية ونظرية الأكوان ممكن نقول هالفقاعات هالفقاعات الكتيرة ضمن الأكوان فقاعة منهم أنت تظنها أن انتهت وتحولت إلى سقب سوداء ولا إلى سقب أسود ولا إلى انهيار لكن هي دخلت ضمن كون آخر دخلت لأنه تغيرت الكتلة تبعا تغيرت المادة تبعا فاندمجت مع كون آخر يتناسب العددية الصفرية تبعا طيب اليوم أنت عم تقول لي وفي ناس كتير يعني بصراحة أنا فكرت فيها كتير يعني أنه المادة لا تنتهي طيب اليوم لما شمس كاملة بكل هالحجم المادي اللي فيها من زرات تنصهر في سقب أسود طبعا لحد هالله ما حدا بيعرف لون تذهب يعني احتمل تكون كون آخر إلى جهة أخرى وانا هذا ما حدا بلقي أنا بالنسبة لي أقطق الأسود بس هنا في هون الفكرة صارت أنه المادة انتهت من هالكون حتى إذا راحت على كون آخر بس انتهت من هالكون هذا موجود لا 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 ما منقول انتهت لأنه إحنا نعم تفرض الانتهاء نحنا منقول انتقلت هلا أنا بالنسبة لي إذا تخيلت بلونين من الهوى أو فقاعتين من الهوى يجينا هالفقاعتين قربناهن على بعض مثل الفقاعات اللي بنعملها بتبع نفخ الصابون بتعرفها؟ طيب إذا جبنا فقاعة صابون وإجت فقاعة تانية أخرجنا منا فقاعة تانية سيق تماماً إنه هالفقاعتين المنتسقين مع بعضهم في بيناتهم بوابة ممر صغير أنت ما لك شايته هالبوابة أنا بالنسبة لإلي هي الثقب الأسود؟ الثقب الأسود هو ممر بين أكوان يعني أنت اللي عم تشوفه شفطه الثقب الأسود هو لم يعد موجود في كوننا ولكن هو انتقل إلى كون آخر هي بوابة بين فقاعتين وكون تاني فقاعة 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 كلها ياتها فقاعات مجموعة مع بعضها هي كل فقاعة عبارة عن كون وفي ممرات بين الفقاعات هاي هالبوابات هاي هالممرات أنا بالنسبة لإلي حاليا هذا المفروض أنا وأتبدي أعود ناقش فيه يعني أعود فيه مع 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 كمان المختصين بهالأمر هذا تعالوا يعني نحط نظريات نحن ونحط فرضيات لكن ما نصل لشي اسمه قانون ثابت إلا ليكون عنا قانون مليون بالمئة أنا بالنسبة لإلي مليون بالمئة مع النظرية السابتة لأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم وكل شيء موجود في تعدد أكوان وينتقل من مكان إلى مكان نحن نراه قد اختفى من كوننا هو لم يعد له وجود لكن هو انتقل إلى كون تاني ودخل في وضع مادة تانية هلأ في عندك أكوان تانية بيقولك أن هلأكوان هاي الكتلة تبعها ولا حتى المادة فيها تختلف عن المادة تماماً في في فيلم فيديو شفته حلو كتير جداً يعني الأكوان المتعددة ببعت لك الرابط تمعه وبنزله اليوم كمان على صفحتي إن شان الأصدقاء اللي إدخلوا معنا يمكن مع الأخ نفسه إداخل معه حتى على صفحتي ويضعوا له هذا الفيلم ونتناقش أنا وإياه ونروح إياه لكل الأبعاد أخي فادي أنا بصراحة يعني كنا بدنا نحكي موضوع التطور الكون يعني أو خلينا نقول تطور مسيرة البشرية بس أظن الوقت شوية داية عنا في سؤال كمان من الأخ إبراهيم بيقول ذكر في القرآن أن السماء والأرض كانت رقما ففتقناهما هل هذا يفسر أو يشرح نظرية الانفجار العظيم دي رأيك؟ طبعا هذا قريب جدا من هذا الموضوع لأنه كلمة السماء في الأرض في القرآن لا تعني المفهوم اللي نحن لأنه هاي والله الزرأة اللي فونا هي السماء ما هذا هي الزرأة عبارة عن موشور وإنعكاس ضوء على الغلاف الأرضي وإلى آخره السماء كل ما يسمو عنك وكل ما هو سامي والسماء وكذا وإلى آخره موضوع أنه كانوا كله في البداية رتق واحد أنا مع نظرية الانفجار العظيم ومن المؤيدين جدا لها يعني أنه كل شيء كان عبارة عن كتلة واحدة ونفس الشيء حتى حتى متلاقيها بمفهوم النفس الواحدة خلقكم من نفس الواحدة بعدين عملية انفصام بس منها زوجها ثم بس 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 وتعدد الأقوان كل ياته شيء واحد في النهاية الله محبوب طيب في عندي سؤال كمان هون بيقول من الأخ سيف هل هناك النار وجهنم أم لهما تفسير آخر برأيك؟ طبعا لهم تفسير آخر طبعا لهم تفسير آخر طبعا لأنه الجنة أنا بالنسبة لي في موضوع بحطه على البحث عندي على صفحتي الجنة وجنة ويجني كل ياته من الأشياء التي تجنى والنار والنار على علاقة بالنور والإنارة والطاقة وإلى آخره وما هي مفهوم النار الأرضية اللي نحن عملية الاحتراق ولا كذا واللي منسميه نار نحن ما هي هي النار وموضوع دخولنا لجهنم أصلا نحن حاليا موجود موجودين بجهنم لأنه هذا الكون كون مثاني طبعا نحن حاليا في جهنم هاي هي جهنم جان هو شيء مضحك يعني لكن هاي هي جهنم بكل معنى الكلمة جهنم وبقس المصير يعني هاي هي نحن فيها شوف حبيبي الكون هذا هو كون مثاني يعني عبارة عن كوننا هذا حاليا إيمك عن الأكوان الثانية ممكن يكون القواعد فيها تختلف عن قواعد كوننا لكن كوننا هذا اللي نحن فيه هو كون مثاني يعتمد على السالب والموجب النقيضين نور ظلام ماشي هو كون المثاني بمعنى الكلمة كون الازدواجية هذا الكون هو كون البرج تبعي برج الجوزاء فهو كون المثاني أو كون المثاني فأنت وقتك تكون بالنور وخرجت من النور إلى أين ستخرج؟ إلى الظلام؟ لازم تكون خرجت من السالب إذا انتقلت إلى الموجب، خرجت من النور إذا انت دخلت إلى الظلام، طيب أنت كنت في الجنة وخرجت من الجنة إلى أين؟ الجهنم والإسان مصير أنا هيك بيقول لك أخي الجهنم بتلاقيهم يتحدثون مع بعضهم، يعني تعال هلا أخي لو كانت النار جهنم هيه النار هاي طيب هلا عطيني إصبعك وحطلك يا على الأداحة، بعد ثانية وعود حالي حاكيني، ما عطي حاكيني بعد منا بدأت تصرخ بالوليك ما عطي فيها فيها صراخ، ما عطي فيها حتى الصراخ تصل لمرحلة، بيخلص صوتك من الألم ما تعمل فيك حتى تصرخ تنبحر تططع حبالك الصوتية، المواضح بالقرآن أهل جنة بيتحاكوا بينه وربنا أرنا الذي قبلنا والذين أضلونا وكذا وكذا بعدين بيقول لك كلما نضجت جلودهم أبدلناهم غيرها وهي هي موضوع يعني أنا هلا هذا الجسد تبعي خلاص وصل لمرحلة بدلت أنا في، هاي هي اللي نحن الموضوع ننتقل وننتقل وننتقل من جسد إلى جسد، مثل ما الخلية، مثل ما الخلية بالجسد تنتقل من مكان، مرة تشوف الخلية الدم الحد، الكورية الدم الحمراء ماشية بالشرايين، لكن في النهاية هي تنتقل إلى الكبد وبيكون مصدر الكبد بالنسبة لبعض الخلايا الدم اللي شايفين وين هالخلية الفلانية، ما كنت تحضر مثلاً هذه هي الحياة الكوريات البرنامج التلفزيي، الفلام كرتون ونحما صغر، كيف كان روعة وكان جميل، تشوف الخلايا الكوريات الحمراء فعم تمشي بالأخير، الكورية الختيارة هي العجوزة، واللي هي كلهم بيحبوها، بتلاقيها، أنه راحت حطت رأسها هي ونامت بالكبد وراجعت ولدت مرة تانية من الكبد ذاته في حال دورة جديدة وإلى آخره، والآيات كلها موجودة حتى في أنفسنا نحن عملية دورة لا خروج منها، نحن في دائرة مثل زر حبة المطر، يجي واحد يقول لك أخي يسألني سؤال أخي مثل ما هلأ السؤال، أخي هذا القرآن نزل من عند الله ولا حكاء إنسان؟ يرجع قال له دورة يا أخي ممكن لا تستوعبها، طيب المطر هذا أخي المطر المي المي نزلت من السماء ولا نبعت من الأرض؟ سأقول له نزلت من السماء، وبرجع بعد شوية يقول له نبعت من الأرض لأنه نفس المصدر واحد كانت بالأرض، مشيت للبحر، تبخرت، طلعت للغيوم، رجعت هطلت على الأرض كحبة ماء، رجعت، دخلت للأرض، هي دائرة تدور دورة متكاملة لا خروج عنها، وهذا أنت أنا هلأ إنسان، أكبرت، هاي، تحولت لتراب، دخلت بمادة تانية، دخلت بكينونة أو هارجع لأعيد التجربة مرة تانية، لكن كيف ده تكون مرة قاتل، فكرة يعني هلأ أنت قتلت، القاتل يقتل ولا وبعد حين طيب في كتير قاتلين ولا مجرمين مثلاً، ماتوا موت طبيعي، ما حدا، ما نعدموا ملا شيء لكن سيخ تماماً ستعيد التجربة حتى أنت تشوف كل الصور يا جون، لازم تركب كل الشخصيات، يعني أنا هلأ التلت ومتل موت عادي، هأرجع أخلق بحياة تانية وحيجي مين يقتلني، لازم نجربه قاتل ومطول، ظالم ومظلوم طيب شو دليلك يا فادي شو دليلك شو دليلك، يعني هلأ عم تقول لي أنا هلأ قتلته وحياة تانية بنقتله، شو دليلك، عطيني دليل منموس أفهم وقادرة أفهم دليلي المنموس إنه كل شيء دورة تدور، ما في خروج عن هالدائرة طيب هاته الدائرة، عطيني الدليل على هالدورة دورة المياه، مو دورة المياه طبعاً لتوالي، دورة المياه يا أخي، دورة دموية طيب أنت عم تفسر مثل ما عم تفسروا المؤمنين المسلمين هذول يقول لك انظر حولك، انظر حولك يا أخي، أنا ما بدي أنظر حولي، أنا بدي تعطيني دليل واقعي عملي، فهمني تماماً واحداً، أخي، يقول لك كل شيء في هذا الكون، هو كون مغلق علينا ونحن ضمنه وندور فيه، انت ما بس عم تدور دورة أرضية، انت عم تدور دورة كونية حتى هذا الكون، كون مغلق عليك وأنت ضمنه، الله يحيط فيك، أنت ضمن هذا الكون، انت هلا كنت زرة بالأرض، يمكن بعد منا تتحول لتراب الأرض، الأرض ينفصل عنا الأمر، ولا ما بعرف شو تتحول لكائن، كوني لكائن، كلها دورة، ما في خروج عنها الكون، انت ليش يعني عم تتخيل أنه يعني الدورة الصغيرة وما تشوف الدورة الأكبر منا، والدورات مو دورة واحدة، يعني كل شيء حولينا يؤكد وجود الدورة، أنا ما عم بحكي هلا لا بالقرآن ولا بشيء، عم بحكيك بالدورة، يعني انت بتعرف المي، نقطة المي هي دورة لا تخرج من الأرض، تدور وتدور، عم تشربها وترجع تترشحها عدد، ولا تتخرجها بالحمام، عفاك الله يعني، ولا إلى أخير، لكن بنفس الوقت هي عم ترجع وتدخل للأرض وتدخل للمحيط، وهي هي نفس الزرة يعني عندك على مكاسة الميلي تشربها هلا، في مليون زرية مي مثلا، في زرة من الزرات هي نفسها، حيشربها واحد غيرك مرة تانية، بعد ما أنت تدخل على الحمام، وتدخل للأرض، وتشربها للأرض، وتشربها للأرض، وعملية تنقية وتصفية، وتدخل دورة تانية ضمن الأرض نفسها، جواتها، وتتصفها وتتنقى وترجع تنقع من بحب البحيرة، ويرجع حدا يشربها، يعني برأيك نحنا شربانيشي بول بعير؟ ايه نحنا شربانيشي على كل حال شكراً لك كثير أخي فادي، يعني بصراحة أخذنا الوقت، يعني وتقربنا على الساعتين الحلقة، وما بنا نطول الحلقة على أصدقائنا، فعني بتمنى، بتمنى يكونوا أصدقائنا سعيدين بلقاءك، يعني ومستفيد كلهاتنا بصراحة، أنا أنا حايفة يعني، أفرجي الناس فكرك للناس أنا صح أنا لا أؤمن أنا ما أنا معك بكثير نقاط ولكن شيء جديد وأتمنى أن الناس تستفيد منه وتشوفه وتقدر تأخذ التناقش وتأخذ وتعطي فيه على كل حلقة أصدقاء البكرة لدينا حلقة مع جندي من الجيش العراقي هو ملحد ورح يعلن الحاد وطبعا هو معلن للحاد ولكن سوف يجهر به غدا على الساعة 11 بتوقيت بغداد 10 بتوقيت دمشق القاهرة نتمنى لتكونوا موجودين وتتابعونا أخي فادي كلمة أخيرة إذا تتفضل طبعا إلنا لقاءات أخرى مع الأخ فادي بس بهالحلقة صارت يعني تقربنا على الساعتين فما ننطول عن الناس كلمة أخيرة إذا تتفضل كلمة أخيرة يعني حتكون أنه قديشنا نحن جميل وأنا بهذه الكلمة بحب دائما روح وأرجع لها قديشنا نحن جميلين كإنسان وقديش العلوم اللي حولينا قدامنا لسه كتير ولنكتشف أكوان كتير يا جماعة خرجوا من هالسلفية اللي أنتوا فيها إن كانوا مسلمين أنا بالنسبة لأيلي يوجد ملحدين وحتى يوجد أصحاب علم سلفيين خرجوا من السلفية لا تأطروا مخكم تأطروا مخكم بإطار محدد وتعتبروا أنه الفكرة هي خلاص هي الفكرة الصح ما في شي صح كل شيء قابل للتطور للتغير للأفضل نحن إنسان نحن كائن ربوبي ينطلق إلى الأفضل والأفضل والأفضل لا تأطروا حالكم لا تتعملوا صمم لكم تحولوا نفسكم لصمم حجر لا يستطيع أن يتطور نحن في قابلة للتطور وكل شيء والإنسان كائن رائع جدا خرجوا من هالسلمية أعتز بكل تاريخ الإنساني بكل ما فيه بإجرامه ودمويته وسلامه لأنه لو لها التاريخ كله الماضي ما كنت أنا موجود اليوم ولكنت أنا كفادي اليوم بأفكاري هالشي الظلام ولا النار ولا الوجع ولا كذا هو اللي كون شخصيتي هو اللي حي يكون شخصيتك أنت هو اللي حي يكون شخصيتنا بعد ألف سنة إذن ما في شيء اسمه أنا ما بحب القرآن ولا ما بحب التوراة ولا ما بحب كتاب ماركيس ولا ما بحب كاليلة ودمنا أنا بحب كل شيء كل هذا هو إرسي الإنساني وأنا عحاول أني أحكم على نفسي بنفسي لأنه حكمي على نفسي هو حكمي على الإنسانية كلا يتر حاكموا أنفسكم وقبل ما حدا غيركم يحاكمكم وقتشفوا قديشكم أنتو كائن عظيم ربوبي الكون كله ملعبك حبيب البيازون بستمتع دائما معك وباللقاءات الحلوة اللي عم نعملها شكرا لك أخي فادي شكرا كتير إلك وأنا يعني في ناس طبعا بما أن يعني أنت بصراحة ضيف مميز بصراحة يعني في ناس ضدك وينصحوني إنه يعني أفكاره صارت متداولة وفي ناس بتحبك بحب يعني عميق فأنا محتار بين الناس والناس يعني بصراحة أنا طبعا رأيي الشخصي أنت إنسان رائع وعندك أفكار رائعة وهدفك رائع وهذا اللي بيكفي يعني أنه هذا في صراحة يكون مختلف بالوسيلة أو الطريقة كيف نصل للهدف ولكن الهدف هو السامي الوحيد أنه ساعات الإنسانية عكل حال في حلقة قادمة رح نتناول موضوع تطور الكون تطور الإنسان خلينا نقوله التكنولوجيا من هالوقت بصراحة ما تم معنا وقت يعني فبنعتذر أصدقائي من طول الحلقة أول شي وبصراحة ما طرحنا المواضيع بدنا نطرحها كل كاملة يعني وأكيد رح نطرحها في حلقات قادمة شكراً لكم أعزائي المشاهدين وشكراً للأخ فادي ونلتقيكم في حلقة قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر